بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى نظيره المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر وستذكر رئيس الوزراء في برقيته تضحيات الجيش المصري الباسل وبطولته التي سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية والتي ستظل خالدة في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية وإشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخي في إنجاح ثورتي اليمن سبتمبر وأكتوبر ومشاركتها حاليا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير المشترك منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر